قامت القوات المسلحة بتوزيع ثلاثة ألاف بطانية ولحاف وأربعة ألاف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بقرى ومدن محافظة شمال سيناء كما تمت زراعة خمسين ألف شتلة زيتون رمزية لأرواح شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة وأكد قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب ألواء أركان حرب خالد بيومي العربي أن القيادة العامة للقوات المسلحة لا تدخر جهداً للوصول إلى تحقيق التنمية الشاملة بكافة أنحاء سيناء في مختلف المجالات وتقديم الدعم المستمر لأبناء سيناء الشرفاء من جهتهم عبر المواطنون عن فرحتهم العارمة بجهود التنمية والتعمير المتواصلة في شبه جزيرة سيناء وشعورهم بعودة الحياة إلى طبيعتها بمدن شمال سيناء مؤكدين على العلاقة الوثيقة التي تربطهم بالقوات المسلحة والتواصل المستمر معهم لتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم وتلبيتها